من رغبة بعض أعضاء مجلس المحافظة وهم الغالبية الكبيرة في النظر إلى مستقبل ديالة هذا أمر ليس من وراء هدف لتوجيه رسالة إلى أي طرف وإنما لمصلحة ديالة بذاتهم لأنه المشاكل الموجودة في المحافظة المالية المشاكل الإهمال لحد هذه اللحظة عدد الزيارات من المسؤولين ضعيفة ليس هناك من تمثيل حقيقي لديالة في الحكومة ليس هناك من تمثيل في مؤسسات الدولة بشكل واضح نحن نشعر أن البحث عن مستقبل آمن ومستقر يساهم بالكل هذا هو هدف ديالة فيها من كل الطوائف الاجتماعية من كل الأقليات من كل الجهات الحزبية والجهات الشعبية والجهات المؤسساتية والسياسية كل ذلك ينبغي أن يحترم يحترم برأيه لكن اللي واجهتنا من مشكلة حقيقية أن المؤسسة الأمنية دخلت على خط اللعبة السياسية وهذه أكبر مشكلة واجهت الناس حينما أرادوا أن يعبرون عن رأيهم فجاءت المؤسسة العسكرية حتى تعبر عن رأي تتبنى أطراف سياسية وبالتالي هي رسالة غير جيدة وصلت ونأمل أن الناس يتفهمون هذا الوضع شكرا للمشاهدة